اهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى اقلام جديد نرسل فيه ابرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية منها ونبدأ بعد فاصل قصير اهلا بكم جديد البداية من افتتاحية صحيفة الميثاق الوطني والتي جاءت بعنوان تخادم ايراني امريكي صهيوني لتقسيم المنطقة والتجسس الحكومي والفساد يعصفان معا بالعملية السياسية في العراق تبدأ الافتتاحية بالقاء الضوء واسعا على ما تصفه بالتعاون المستمر بين النظام الايراني وامريكا واسرائيل منذ عام 1979 عندما وصل الخميني الى السلطة بدعم غربي تبرز المقالة هنا الدورة الذي لعبته ايران في حربها ضد العراق في الثمانينيات بمساعدة اسرائيل مشيرة الى فضيحة ايران كدليل على هذا التحالف السري ترى الافتتاحية هنا ان هذا التعاون يهدف الى اضعاف وتقسيم العالم العربي وتحديدا لتقويض الدعم الذي يمكن ان يقدمه العرب لفلسطين كما تناولت الافتتاحية الغزو الامريكي العراق عام 2003 وتصفه بانه كان جزءا من خطة اكبر من ما يتوقعه البعض لتوسيع النفوذة الايراني في المنطقة من خلال حل الجيش العراقي وتسليم السلطة للميليشيات التابعة لطهران بالاضافة الى ذلك كله تحدثت الافتتاحية عن استهداف العلماء العراقيين بعد الغزو مؤكدة ان اسرائيل وايران معا كانت وراء هذه الاغتيالات الطائفية المقيتة التي نشاهدها اليوم هي صناعة ايرانية تخدم مشروع التقسيم الذي تقوده امريكا واسرائيل الذي يفضي لتقسيم الدول الى دويلات طائفية متنازعة وما تفعله اسرائيل من غطرسة وعلو ثان هو دليل على نجاح تهجير الكتلة الصلبة في العراق وسوريا بفعل واجرام ميليشيات حزب الله وايران والحجد والحوثيين ومن المعلوم ان كل عميل او مستخدم عندما تنتهي مدة صلاحيته ستتم ازالته وهذا ما تفعله الصهيونية من اغتيال حسن نصر الله الذي قتل الشعب السوري وساهم بقتل العراقيين وغيرهم وكذلك استهدافات محور ايران ولسيما بعد تجاوزها الخطوط الحمراء لان من غباء النظام الايراني انه توقع بعد هذا التعاون معهم سيتم منحه المنطقة لحكمها لكن الحقيقة انهم ادوات تنفيذ مشروع قذر اضر بالامة العربية والاسلامية كثيرا وهم السبب الرئيس في تمريره ما يدفع الكيان الصهيوني الى الاستفادة الكاملة من ذلك فهو يقدم نفسه لدول المنطقة انه يريد انهاء الميليشيات وايران في المنطقة لكن الحقيقة هو بعد اتمام ايران في تقسيم المجتمعات على اساس طائفي وتدمير وتهجير الشعوب انتهت مهمتها ولابد من تقليم اظافرها تمهيدا لتقسيم المنطقة وانجاز خارطة الشرق الاوسط الجديد الذي رفع الاعلان عنه بعد احتلال العراق ونقرأ مقالا بعنوان تشرين ولدات وطن اجهض في اسبوعه الاول بقلم قحطان الفرج الله حراك تشرين يقول الكاتب عام 2019 في العراق لم يكن مجرد احتجاجات شبابية عابرة بل كانت صرخة امل في وجه الظلم والفساد ونبضا متجديدا للعراق الجريح هؤلاء الشباب لم يكونوا ممثلين لاي ايدراجية معينة او تيار سياسي حتى بل كانوا يمثلون ارادة شعبية نقية طامحة في تحقيق مستقبل افضل اكثر عدلا وانسانية في كل ساحة من ساحات الاحتجاج كانت هناك قصص لا تنسى من التضحية والحب للوطن تجسدت كلها في وجوه المتظاهرين وعزيمتهم التي لم تتزعزع رغم القمع العنيف تشرين لم يكن حركة فقط يمكن تصنيفها او قيادة تستطيع محاسبتها لم تكن هناك اصلا قيادة مركزية او فكر تنظيري وجهها كانت مجموعة من الشباب الغيورين الذين واجهوا لقناصة وحدهم بصدور عارية في حين كان الشعب العراقي يتابعهم عبر البث المباشر يشاهد نظالهم ويراقبهم بفخر وخوف اسئلة مشروعة ومطالب شعبية اطرحوها الحراك اطلق اسئلة كثيرة كان العراق يحتاج للاجابة عنها اين ذهب المال المنهوب مثلا اين كشفات الحساب لكل مسؤول تولى منصبا منذ 2003 ما هو مصير الاموال المسروقة اين يكمن الفشل والخلل في ادارة الدولة على مدار عقد ونصف العقد من الزمن لماذا تغولت كيانات وميليشيات على مؤسسات الدولة فاصبحت في دولة الطواف اين يكمن خلل وفشل عقد ونصف من الزمن ومن هم المسؤولون عن ذلك اين ذهب المال العراقي المنهوب واين هي كشفات حساب لكل من تسنم منصبا منذ عام 2003 استرداد المال من اين لك هذا ما طبيعة العلاقة بدول الجوار وما الفرق بين العلاقات والمصالح المتبادلة وبين العمالة والخيانة التمرد على مفاهيم المحاصص السياسية والعرقية والقومية والحزبية التي تجعل من الديمقراطية اكذوبة كبيرة رفع شعار المواطنة كهوية جامعة لكل الطيف العراقي مع احترام الهويات الفرعية التمرد على مفهوم الدين السياسي ورفع شعار الدولة المدنية التي يحترم فيها جميع الاديان حتى لا يستضعف ويرهب المواطن تحت قداسة الدين التمييز بين الدين كمفهوم لا حدود له وبين الوطن المحدود بعقود ودستور وقوانين تجمع كل المواطنين دون التمييز بينهم من فاز بمنصب من وراء ذلك وعده انتصارا لن يجد حبة دواء في مستشفى يليق بالبشر شعار نريد وطن شعار سيظل ينبض بالحياة في عروق الأجال المتلاحقة وفي وجدان أمة تحب أن يكون العراق أولا وقبل كل شيء إنه حب لا يمكن وصفه بالكلمات لأنه مزرع في دماء العراقيين حراك تشرين هو قصة عاطفية عن الأمل والإصرار طيف جديد يعانق سماء العراق برغم كل الجراح وعن وطن يستحق أن يعاش ويحب بكل تفاصيله ومن صحيفة الاندبندنت نقرأ مقالا بعنوان أن إيران تتجه نحو تطوير قنبلة نووية وخوض مسار محفوف بالأخطار يقدم وزير الخارجية البريطانية السابق الذي خاض في الماضي مفاوضات مع بعض كبار القادة الإيرانيين الذين لا يزالون في السلطة رؤيته للأسباب التي تدفعه إلى الاعتقاد بأن إيران تمتلك القدرة الكافية على تطوير رؤوس نووية وثرجيح كفة التشدد وحول انتقاد نفاق إيران وتقعوسها في نصرة غزة وذلك رغم خطابها الدائم المعلن لدعم القضية الفلسطينية والمقاومة يوضح الكاتب هنا أن إيران تسير في مسار محفوف بالمخاطر نحو تطويره قنبلة نووية بينما تتجنب خوض مواجهات مباشرة أو تقديم حتى دعم عملي حقيقي في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني القائم يشير المقال إلى أن النظام الإيراني يستخدم جبهة المقاومة كواجهة إعلامية لتعزيز صورته في مواجهة إسرائيل بينما على أرض الواقع يتجهل الدعم الحقيقي لغزة ويتضح جلياً هذا النفاق في تركيز النظام على تعزيز قدراته العسكرية النووية بدلاً من تقديم مساعدات ملموسة للمقاومة الفلسطينية كما ينتقد المقال القيادة الإيرانية وخاصة المرشد الأعلى خامنئه الذي لا يزال يعيش في عالم منفصل تماماً عن الواقع في بعض الأحيان بدأ أن خامنئ يدرك هذا التحول ففي الانتخابات الرئاسية التي أجريت هذه السنة سمح بترشيح شخصية أكثر اعتدالاً هو مسعود بزكشيان الذي فاز فيها وفي شهر الماضي استخدم الرئيس الإيراني الجديد لهجة توافقية غير تصعيدية في الخطاب الذي ألقاه في الأمم المتحدة عندما دع الولايات المتحدة إلى استئناف المحادثات النووية وكانت إيران في عهد الشاه حليفة لإسرائيل حتى في الأعوام الأولى التي تلت سيطرت الثورة الإسلامية الإيرانية على البلاد في عام 1979 كانت طهران تدير علاقاتها مع إسرائيل ببراعة ومن يذكر أنه خلال الحرب الإيرانية العراقية الدامية بين عامي 1980 و 1988 كانت إسرائيل المورد الوحيد للأسلحة التي تعتد بها إيران وعندما كنت أسأل في كثير من الأحيان عن الخطوات التي يمكن أن يتخذوها ضد إسرائيل إذا ما سنحت لهم الفرصة كانت تظهر عليهم علامات الارتباك المخططون العسكريون الحكماء يعملون على افتراض أن إيران ربما باتت أقرب إلى تطوير قنبلة نووية عملية مما اعترف به كمال خرازي وفي مقال آخر وفي مستهله بعنوان نقرأ فلتسأل إيران عن جموح إسرائيل للكاتب سامح راشد المنشور في صحيفة العربي الجديد نجحت إسرائيل يقول الكاتب في فرض التصعيل على إيران ووكلائها الإقليميين خلال الأشهر العشرة فقط التي مضت منذ اندلاع حربها الهوجاء على غزة كانت إسرائيل يقول تعمل على استفزاز إيران مما أدى إلى ردود عسكرية محدودة لكن حكومة نيتين ياهو كانت مكبلة بسبب تدهور أوضاع قواتها في غزة وتراجع معنويات الجيش ومع كل مواجهة صغيرة أو كبيرة كانت إسرائيل تختبر مدى استعداد إيران للرد ولكن إيران لم تتدخل إطلاقا كما كان متوقعا مما أثار العديد من التساؤلات حول سياساتها وتحركاتها المستقبلية المقال هنا يناقش استراتيجية إسرائيل في التعامل مع إيران من خلال فرض التصعيد العسكري خاصة في ظل الحرب مع قطاع غزة يوضح الكاتب هنا أن إسرائيل استخدمت تكتيكات استفزازية لاختبار الردود فعل إيران وحلفائها مثل حزب الله والحوثيين يعرض المقال هنا بشكل جلي تفصيلا لتحركات الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتن يهو يبرز كذلك كيف أن إيران تجنبت المشاركة المباشرة في الحرب مع غزة رغم الضغوط كما يتطرق إلى التناقضات في خطاب إيران فيما يتعلق بمواقفها تجاه القضية الفلسطينية مما يفتح باب التساؤلات واسعا حول نواياها الفعلية استقرأ العقل السياسي الإسرائيلي تلك الدلالات في سلوك إيران وخطاباتها ولعل نتنياه قد خرج بنتيجة واضحة مفادها أن طهران ليست في وارد خوض مواجهة شاملة مع إسرائيل وأن خامناء والنخبة الحاكمة هناك لديهم حرص بالغ على تجنب التورط في حرب ضدة الأبيب حتى وإن اضطروا إلى تغيير بعض قواعد الاشتباك المستقرة بين الجانبين منذ أعوام عدة ومع توالي اختبارات إسرائيل لإيران وأذرعها وخصوصا حزب الله وتحرشاتها به تأكدت تل أبيب أن لدى الحزب ومن ورائه طهران قدرة آلية على استعاب وامتصاص العمليات العسكرية والانتهاكات الأمنية والسياسية المتصاعدة وحتى في حال قرر الطهران توسيع نطاق المواجهة وخوض حرب مع تل أبيب تكون قد لبت رغبة نتنياهو في إشعال تلك الحرب وخلط الأوراق في المستويات كافة فانفجار تلك الحرب هو بحد ذاته هدف مطلوب بشدة لدى نتنياهو ويبحث عنه حثيثا منذ السابع من أكتوبر في أي جبهة لا يعني ذلك أن طهران ومجموعة وكلائها أبرياء وأن الوزر كله تتحمله تل أبيب بل العكس هو الصحيح لو أن لدى إسرائيل ولو قدر ذرة من الشك بأن إيران أو أي من أذرعها سيرد ردا موجعا لا ارتدعت ليس عن التصعيد الدموي ضد حزب الله فقط بل لم تانعت قبل ذلك عن التنكيل بالشعب الفلسطيني وإبادة عشرات الألاف منه في قطاع غزة بلا ذنب أهلا بكم بعد مرور عام كامل على أحداث السابع من أكتوبر وما تلاها من تصعيدات عسكرية أظهرت استطلاعات الرأي في بريطانيا والسيدات والسادة تحولا ملحوظا في مواقف الجمهور تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفقا لتقرير النشرته صحيفة سنداي تايمز كشف استطلاع هذا أن سبعة بالمئة من البريطانيين متعاطفون مع إسرائيل في حين أظهرت نسبة أخرى وهي ثمانية عشر بالمئة من المستجيبين دعما للفلسطينيين كما أظهرت تقرير اختلافات في المواقف بناء على الانتماء الحزبي حيث أكد ستة وثلاثون بالمئة من ناخبي المحافظين دعمهم الكامل لإسرائيل بينما أعرب أربعة وأربعون بالمئة من ناخبي العمال عن تأييدهم للفلسطينيين الناخبون عن الحزب الليبرالي الديموقراطي مثلا يميلون كذلك نحو دعم الفلسطينيين بهامشي اثنتين وثلاثين بالمئة لا أكثر مقابل اثنتين عشرة بالمئة لصالح إسرائيل توضح البيانات تباينا واسعا في وجهات النظر بين البريطانيين بشأن الحرب في غزة والقتل المستمر للسكان نشرت صحيفة ساندي تايمز تقريرا قالت فيه أنه بعد عام من الحرب التي أعقبت هجمات السابع من تشرين الأول أكتوبر يرى سبعة بالمئة من البريطانيين أنهم متعاطفون مع إسرائيل مقابل ثمانية عشر بالمئة قالت إنها داعمة أكثر للفلسطينيين وكشف الاستطلاع عن تباين المواقف بين البريطانيين من الحرب بناء على الولاء للحزب فهناك نسبة ستة وثلاثين بالمئة من المحافظين قالوا إنهم يقفون مع إسرائيل مقابل ثمانية بالمئة مع الفلسطينيين أما البقية فتقول إنها إما تعرف أو لا تعرف إلا أن نسبة تأييد الفلسطينيين بين الذين صوتوا للعمال فالهامش هو ما بين أربعة وأربعين بالمئة مقابل عشر بالمئة وتصل النسبة بين الليبراريين الديمقراطيين إلى هامش بين ثلاثين بالمئة مقابل ثني عشر بالمئة ويرى واحد من كل مئة ناخب محافظ أن أفعال حماس مبررة مقابل واحد من عشرين ناخبا للعمال والليبراريين الديمقراطيين الموقف العام بين الناخبين الداعمين للأحزاب الثلاثة هي نسبة خمسة واربعين بالمئة إلى خمسين بالمئة وهي أن لإسرائيل الحق بإرسال قواتها إلى غزة ولكنها ذهبت بعيدا وتسببت بمقتل الكثير من المدنيين وبهامش يتراوح ما بين خمسين إلى ثلاثة وعشرين بالمئة يرى ناخب المحافظين أن على إسرائيل سحب قواتها من غزة بناء على اتفاق تفاوضي لكن الناخبين لحزب العمال فيرون بهامش ثنين وخمسين إلى ثمانية وعشرين بالمئة ضرورة تنسح بإسرائيل من غزة حالا ودون انتظار لاتفاق وتقول الصحيفة أن هذه النتائج تفسر سبب تعرض رئيس الوزراء كيرس تارمر لمثل هذه الضغوط من حزبه واتخاذ موقف أكثر تأيدا للفلسطينيين موسيقى 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 تجمع عدة مئات من الفلسطينيين واللبنانيين والعرب وأنصار القضية الفلسطينية بمن فيهم يهود من ولاية نيوجيرسي في منطقة شارع الرئيس الذي أطلق عليه قبل سنتين اسم شارع فلسطين في مدينة باتريسون بولاية نيوجيرسي ليحياء الذكرى الأولى لطوفان الأقصى وأعلان التضامن الكامل مع الشعبين الفلسطيني واللبناني فقد كان مركز الجالية الفلسطينية في مدينتي كليفتون وباتريسون قد وجه نداء لأبناء الجالية الفلسطينية والعربية منها وجميع محبي السلام والحرية والعدل في العالم للتجمع في ساحة شارع فلسطين لإحياء هذه الذكرى وأعلان التضامن الكامل مع الشعبين الفلسطيني واللبناني والمطالبة بوقف إطلاق النار في حرب الإبادة الجماعية هذه التي يشنها الكيان الصهيوني المغتسب على قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان منذ سنة كاملة وقد كان رئيس بلدية باترسون أندري صايغ من بين الحضور وعضاء من مجلس البلدية وانشطاء الجالية كذلك وقد ألقى ممثل عن حركة حياة السود مهمة كلمة أعرب فيها عن تضامن السود في الولايات المتحدة مع الشعبين الفلسطيني واللبناني معلنا أن فلسطين من النهر إلى البحر ستبقى حرة من جانبها أكد الشيخ محمد القطماني إمام مسجد مقاطعة باسك أكبر مساجد نيوجيرسي في أمريكا أن الشعب الأمريكي كما تمثله هذه المظاهرة يطالب بوقف الإبادة الجماعية فورا للشعب الفلسطيني ووقف تصدير السلاح لإسرائيل وقال أنا من يزاور قرب يافا وبالنسبة لي لا أقبل إلا أن أعود إلى يافا وأضاف بدون أعدالة لن يكون هناك سلام والسلام يعني أن هناك يجب أن يكون إنهاء لحرب الإبادة القائمة وإعطاء الفلسطينيين كافة حقوقهم الكاملة في وطنهم بما في ذلك حق العودة الآن نتابع وإياكم فيديو اليوم يا أسرانا يا أبطال يا أسرانا يا أبطال وأحنا معاكم بالنضال وأحنا معاكم بالنضال يعني 7 أكتوبر وطفال أخصى يقوم على ركيزتين الركيزة الأولى هي رفض هذه الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال ومطالبة العالم كي يتحرق ضد هذه السياسة الإجرامية هذا العالم المجرم الشريك في الجريمة والركيزة الأخرى هي أن شعبنا مقاوم وأن شعبنا مضى عليه عام وهو يقاوم هذا الاحتلال ويهزمه حتى صباح اليوم حين قصفوا تل أبيب وبالتالي الشعب هنا ليقول أنه ملتف حول خيار المقاومة وأن أي خيارات أو رهانات أخرى عمليا إلى مسبلة التاريخ حجم الجرائم المرتكبة هي الأخطر والأكبر والأكثر وفشاعة ووحشية منذ الحرب العالمية الثانية الفاشيين الجدد هؤلاء تفوقوا على النازية في بطشها وفي دوسها على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومنظومة حقوق الإنسان جاءت ردا على مجمل الجرائم الصهيونية في الضفة الغربية والقدس وغزة هذا الطوافان هو من عزز وأحيى روح الجهاد والمقاومة عند الشعوب العربية والشعب الفلسطيني إلى اللقاء اشتركوا في القناة